أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء وأصفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة آخرين وأكد الأزهر الشريف وقوف المصريين صفا واحدا مع الأبطال من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة الباسلة في الحرب ضد الإرهاب كما جدد الأزهر دعمه للجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب داعيا المولى أن يكلل هذه الجهود بتوفيق واكتتات الإرهاب من جذوره وتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد طيب بخالص التعازي لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسر شهداء الأبطال البواسل والشعب المصري